الله يعطيكم العائل في صراحة ما قصرته ترتيب تنظيم تنسيق مع العوائل أنا مريت اليوم الصباحة طلعت على المعهد ترتيب الشباب في المعهد بالإضافة إلى مريت على العائلة اللي ساكن معاها لبن سعيد الأمور كلها مرتبة الحمد لله تنسيق داخل البيت نظافة العائلة الاهتمام الترتيب من وهي لأ فشكر موصول لك أخوين بالنسبة للأنشطة اليوم في المعهد إن شاء الله راح يكون متواجد في الفترة النسائية مراقبة أو بمعنى أصح متابعة الأنشطة اللامنهجية مع الشباب في الأشغال اللي موجودين في وزري كوليج وإن شاء الله نتسيق داخل يوم مع الشباب نتسيق داخل شيء مرتب كما عاهدنا منكم وقعد لله والله أعطيكم العام صراحة تنسيق تقامل تنسيق اللي مشتلاصة فيه إن شاء الله موجودين في الفترة اللغة المسائية لألعاب رياضية وبعدها كان فيه بعض الإنشطة اللامنهجية بتفاعل بينهم وبين بعض طلاب من الدول الأخرى لتكثيف اللغة الإنجليزية عندهم وممارسة فعلية مع الشباب اللي من سنهم من جلسيات أخرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر